ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله إلا أن المصاب وفق تصريحات والده بقي داخل قسم المستعجلات دون أن تقدم إليه الإسعافات وظل ينزف من رأسه إلى غاية صباح يوم الجمعة ليتم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لكن كانت حالته قد تضهورت كثيرا وبمجرد دخوله إلى المستشفى لفظ أنفسه الأخيرة ووفق المصدر ذاته لمروك أخبار يومية فوالد ووالدة الضحية يطالبان بفتح تحقيق حول الإهمال الذي تعرض له تفلدة كبيدهما داخل مستشفى خنيفرا هذا ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال وخضعت للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة كما تكلف محسنون باقتناء مستلزمات الكفن والتابوت ومصارف سيارة نقل الأموات لنقل الجثمان إلى مريرت فإن لله وإن إليه راجعون نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية